تعالوا نتومن على آخر الأجواء في فندوق الإقامة من زميلنا فاروق صلاح ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم مرة أخرى مرحب بك كابتن أيمان وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان جولة جديدة من جولات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة واستعدادات النادي الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي في الجولة الخامسة عشر لدوري رابطة الأندية المصرية المحترفة سريعا طوى النادي الأهلي صفحة الانتصار الأخير والفوز الكبير على فريق الذي مالك بسلسة أهداف مقابل لا شيء واستأنف تدريباته استعدادا لهذه المواجهة أمام فريق البنك الأهلي اللي طبعا بنأكد على صعوبة هذه المواجهة مواجهة صعبة جدا يعني واحدة من المحطات الصعبة جدا وفريق البنك الأهلي دايما من الفرقة اللي بتقدم عروض قوية أمام النادي الأهلي بيزيد من صعوبة هذه المباراة طبعا كابتل أيمن تعرف أنها طبعا البروفال الأخيرة الفريق للنادي الأهلي قبل الصفر والتواجه إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأمدية اللي نتمنى طبعا إحراز النادي الأهلي فيها لي ميداليا إن شاء الله نتمنى تكون إن شاء الله ميداليا ذهبية أو الفضية بإذن الله أو نقرر إنجاز الفوز بالميداليا البرونزية لكن أمل وطموحاتها جمهير النادي الأهلي إن شاء الله بالوصول للمباراة وتحقيق الميداليا الزهبية بإذن الله ده طموح وحلم ومشروع لكل جمهير النادي الأهلي أيضا يزيد من صعوبة هذه المواجهة أنها بتأتي بعد مواجهة فريق الزمالك والفوز الأخير على فريق الزمالك ده بيزيد أيضا من صعوبة هذه المواجهة بالنسبة للعاب النادي الأهلي والفريق النادي الأهلي أيضا استمرار الغيابات النادي الأهلي اللي بتجيب عن هذا اللقاء بيضاف لها طبعا محمد هاني وحسين الشحات وأيضا برونو سافيو مع علي معلول طبعا بعد المجود الكبير اللي بوزل خلال المباراة الماضية شعور بالإيجاد لبعض اللعبين طبعا هيفضل الجهاز الطب للنادي الأهلي أنه يدي راحة أكتر للعبين طبعا مع استمرار غياب محمد عبد المنعم وأيضا ياسر إبراهيم لكن النادي الأهلي النهاردة طبعا بيستعيد عمر السلية اللي يشارك فيه التدريبات الماضية على مدار اليومين الماضين أيضا بيعود المحمود متولي وبرونو سافيو عايز أقول لك وطمينك طبعا على استعدادات النادي الأهلي لذي قال لمباراة النادي الأهلي كان يستنف تدريباته بعد الفوز على الزمالك على مدار اليومين الماضين طبعا مستر مارسل كولر المدير الفني الفريد نادهلي عقد أكثر من جلسة مع اللعبين أشاد باللعبين فيه يعني أداءهم فيه مباراة للزمالك وطالب اللعبين الاستمرار على هذه الأداء وتحقيق النتيجة بعدد أكثر يعني عدد وافر من الأداء وأشاد طبعا بيه المجهود الكبير اللي بوزل على مدار التسعين دي وكلام من كلامه مع اللعبين قال إن الهدف بيجي في أي وقت يعني تعودنا بنجيب أهداف في الأوروبا الأول أو الأوروبا الساعة الأولى من اللقاء لكن ماتش الزمالك شهد إن إحنا كانت السيطرة والجانب التهديف والهجوم اللي نادهلي كان فيه بعد الديقة ستين فأشاد إن بهذا الأمر ومجهود اللعبين طبعا نشدد على النحية البدنية والدوري الكبير جدا اللي بيقوم بيه تاتسيان إندويا مخطط أحمال للنادي الأهلي ده واحد من العناصر المهمة جدا فيه الجهاز الفني للنادي الأهلي طبعا مستر مارسل كولر كلامه وتحفيزه اللعبين قال عايزين قبل التوجه طبعا والصفر إلى المغرب نظهر بشكل أكثر من رؤى نحافظ على استمرار الأداء الجيد ونحافظ على صدارة الدوري زي ما بنقول يعني يا كابتن أيمن أن هذه المواجهة طبعا مواجهة صعبة جدا لكن طبعا مستر مارسل كولر بعد المحاضرة أكد على هذا الكلام تفرج على بعض المباريات الخاصة فريق البنك الأهلي طلب اللعيبة بدون النظر طبعا لتعثر الخصم أو تعثر الفريق المنافس موقعه في المركز الستاشر باثناشر نقطة طالب اللعيبة أن نحن نركز وإنحقق الثلاث نقاط طبعا كان فيه بعض الجانب الخططية فيه التدريب والتركيز على بعض النواحي الفنية اللي بطلبها مستر مارسل كولر من اللعبين طبعا عقب المران الأخير غادر الفريق ملعب مختار التيتش لي المبيب بأحد الفنادق القريبة بملعب المباراة بالنسبة اليوم فريق النادي الأهلي النهاردة كان تناول لعبون وجبة الافطار في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة والنصف ثم المحاضرة الفنية المستر مارسل كولر طبعا اللي بيأكد فيها طبعا على التشكيل اللي بيخب به هذا اللعب اللي احنا لمسينه كمانا كابتن آيمن من وجوه اللعبين خلاص بفرحة الانتصار على نادي الزمالك تعارف طبعا أن الفرحة لمباراة الزمالك تاخد وقتها في نفس اليوم وبتنتهيه لعبها مركزة فيه روح معنوية مرتفعة جدا بالنسبة للعبين بعض اللعبين طبعا شايف محمد شريف بمعنوات مختلفة جدا أيضا يعني خالد عبد الفتاح واللعيبة المنضمة حديثة للنادي الأهلي الروح اللي بنشوف ما بين اللعبين محمد شريف مع كهربا مع شادي حسين التلاتة اللي بلعبه في مركز واحد تقد هي بتبقى من الحاجات المهمة جدا اللي بتميز للنادي الأهلي طبعا لجنة الحكام كانت أعلنت عن طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقيادة الكابتن أحمد الغندور حكم الساحة يعانوا أحمد توفيق طلب مساعد أول سمير جمال مساعد ثاني الحكم الرابع صبحي العمراء واثنين على تقنية الفار محمد صباحي وهاني خيري دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من داخل مقر قامة تفاريق للنادي الأهلي من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمان شاو شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلى الله عليه وسلم